السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحذير كل التجارب تمت على يدي خبراء محترفين. المقامة. المقامة هي كمية كهربية بتعبر عن قدرة المادة على تقليل سير طيار في الدائرة. بتستخدم المقامة لتعارض مرور الطيار عشان كده سموها مقاومة. وبنقس المقاومة بالقوم. والقوم هو قدرة الموصل على تمرير واحد انبير من الطيار لو كان على اطرافه واحد فرق جهد. وهو ده قانون قوم. المقامة الكهربية لها عدة انواع. منها الخطي والغير خطي. والخطي منه نوعين. السابت والمتغير. اما الغير خطي فدي مقاومات بتتأثر بالعامل الخارجي. وهي دي اللي هنهتم ببعض انواع النهارة. والمقاومة الغير خطية يعني خواص الجهد والطيار مش خط مستقيم. المقاومات الغير خطية مقاومات بتغير رقمتها لكن مش من النوع اللي بديت حاكم في قيمته عن طريق تغيير وضع دراعة المقاومة او مكان التلامسة. لكم مقاومات بتتغير لما بتتأثر عليها عامل تانية. زي تغير فرق الجهد او تغير الحرارة. زي الفاريستر او الفي دي ار واحيانا بيسمى تي في ار والسر مستر واللي لنوعين. البيتي سي والانتي سي. وكل نوع ليه طريقة عمل وعامل بتأثر فيه. بعض الناس بتعتقد ان مصادر الكهرباء ازا كان الطيار مستمر او متردد هي مصادر دايما نظيفة ومنظمة. لكن الحقيقة هي مش كده. لان دخول بعض الاحمال او خروجها زي المحاولات والمحركات والريليهات وداير لمبات النيون ممكن تعمل مشاكل. وبتأثر على جودة الطيار والجهد. وده بيأثر بالسلب على المكونات الالكترونية المتوصلة معها في نفس الدائرة. وطيار الجودة ده بيسبب تشوهات لمواجهات الجهد والطيار. ومن الخاص تغير جودة الجهد والطيار ان هي صعبة يتنبق بيها. عشان كده بيتم استخدام حلول بديلة لحماية الدوار الالكترونية زي الفاريستر والثيرمستر. مثلا لو عندنا مغير سرعة. ايه اللي يحصل لو زاد الجهد على جهاز مغير سرعة المحركات. هل هي تحرق. مكون الالكتروني صغير ممكن يكون السبب في حماية. هو الفاريستر. والفاريستر ده او الفي دي ار يعني او المقاومة المعتمدة على قيمة الجهد. وساعات بيسموها بومب. لانها بتلفجر زي القنبلة. ورمزها هي مقاومة غير خطية. قيمة مقاومتها بتتغير بناء على الجهد المطبق على اطرافها. وبتكون علاقتها عكسية بين قيمة الجهد والمقاومة. عند زيادة الجهد تقل المقاومة. وان انخفاض الجهد تزيد المقاومة. بحس تكون في الوضع العادي قيمتها بتكون عالية جدا. بالمية ميجا اوم. ودي مقاومة عالية جدا كأن الدايرة مفتوحة. ولما بتحس بزيادة الجهد عن القيم اللي هي مصممة لها. بنسبة معينة هي نسبة التفاوت او تولرانس بتقل قيمة المقاومة. وتتحول لموصل. وتستخدم ضد زيادة الجهد او للحماية من الجهد العابر تحتوي اي جهود مؤزية للاجهزة الالكترونية. الى ان تتلف. وتسبب فصل الفيوز او وكده تحمي الدوائر الالكترونية الضيفة. يعني بتستخدم لتحديد مستوى الجهد المر في الدوائر. او حماية ضد التفريغ الكهرابي. الاكتروستاتيك ديستشارج بروتيكشن. او بمعنى تاني هو جهاز بيحس بالجهد الزايد. اللي ممكن يدمر الاجهزة. فبيوصل الجهد الزايد للارض. بيبقاعده عن طريق المكونات الحساسة المتوصلة معه في نفس الدايرة. بيضحب نفسه عشانه. الفرياستر بيشتغل في الدوائر الطيار المتردد والطيار المستمر. بتتوصل بالتوائز مع المصدر في الدوائر الالكترنية. لحماية الدوائر من زيادة الجهد في الوضع العادي عند جهد التشغيل بتكون مقاومة الفرياستر عالية جدا. كأنها مفتاح على الوضع اف. ولكن عند زيادة الجهد فان قيمة المقاومة تنهار. ويشتغل كأنه موصل. او كأنه مفتاح مقفوض على الوضع اون بالتوازي مع المصدر. او بمعنى تاني كأنه عمل على المصدر بتاعه. او قفلة او دايرة قصر. ويمنع مرور الطيار في الدايرة. ولما بيحصل الشورت دي. ياما بيحرق الفيوز. ياما بيوصل جهاز الحماية الرئيسي. بيتم استبدال الفرياستر وتشغيل السيركيت بريكر او تغيير الفيوز. ولتوضيح ترية عمل الفرياستر زي ما قلنا في البداية لو زاد الجهد على مغير سرعة المحركات هلا يتحرق ولا لا. لتوضيح ترية عمل الفرياستر بيقوم الفن الخبير في الفيديو بمحاكاة زيادة الجهد. على مغير السرعة باستخدام محاول متغير اوتو ترانسفورمر لزيادة قيمة الجهد عن قيمة التشغيل حتى الانهيار. بعدها يفتحه لتحديد المشكلة وحاصر التلافيات. لما فتح مغير السرعة لقى الواحد من الفرياستر المحطوطة على دخل الجهاز احترق لحمات الجهاز. لكن باقي الجهاز سليم. بفضل الفرياستر. وعند تغير البرياستر. وتجميع مغير السرعة هيشتغل بشكل طبيعي. زي ما احنا عارفين المقاومة الخطية العادية بتتأثر بالحرارة. عشان كده اغلب المقاومات لازم تشتغل في درجات حرارة منخفضة عشان ما يقصرش على خواصها الحرارية. لكن المقاومة الحرارية نظرية عملها وتشغيلها بيعتمد على الحرارة. لان خواصها بتتغير بتغير الحرارة. بتكون المقاومة بقيمة معقولة في التشغيل العادي. بتستخدم لدقتها العالية. ورخص تمنها مقاراة بالبدائل. وزي ما الفرياستر بيحمي الدوائر من الجهود العبرة. فان السرمستر بيحمي الدائرة من زيادة الطيار او بيقل المروره. واحيانا بيستخدم كمنظم حراري. ويعتبر الثرمستر مقاومة. بتتأثر بالحرارة. وبتتغير بزيادتها وانخفضها. والثرمستر يعني ثرمالي كونترولد رزيستر. والثرمستر لنوعين. بيتي سي وانتي سي. بيتي سي يعني بوزيتيف تيمبيريتشار كوفيشانت. ونمزها. في حالة البيتي سي المقاومة بتزيد مع زيادة الحرارة. عشان كده اكتر استخداماته ضد زيادة الطيار. ويشتغل زي الفيوز. والنوع التاني نيجاتيف تيمبيريتشار كوفيشانت ورمزه. في الحالة دي المقاومة بتقل مع رتفاع درجة الحرارة. عشان كده اهميته بتكون في البدن لتقليل الطيارات المندفعة في بداية التوصيل. او لو حصل سارج في مصدر التغذية. وبيشتغل كأنراش كارنت ليمتر. النوع ده بيستخدم كحساس حرارة. او في دواير وحدات مزاودات الطاقة. عند استخدامه كحساس يستخدم كحماية ضد زيادة الحرارة. لحماية المحركات وجهزة القياس وأنظمة التحكم. وعند استخدامه في الباور سبلاي بيستخدم كفيوز للحماية ضد زيادة الحم وزيادة الطيار والشورت سيركت القصر او الافلة. لكنه بيختلف عن الفيوز انه ما بيبص او بينصهر. لا. بيستقنف عمله مرة تاني اوتوماتيكيا لما يبرد. وبترجع قيمة المقاومة بتاعته للقيم العادية. ومهما سخلنا وبردنا. في انه بيشتغل عادي كأنه او معاد الضبط. لانه بيعتمد على مقاومته ودرجة الحرارة. لما الحرارة بتزيد قيمة المقاومة بتعلى جدا. كأنها دائرة مفتوحة. ولما يبرد بيوصل عادي كأنه المفتاحة افل. وعدد مرات التسخين والتبريد مهما زادت مش بتأثر على البيتي سي. وبيستخدم في مفاتيح بدء المحركات. وفي التأخير الزمني. والمنع الخاص المناطسية من التأثير على الاجهزة. اما الانتي سي فهو مقاومة حرارية. قيمة مقاومتها بتقل لما يمر فيها الطيار. اللي بيسبب ارتفاع درجة حرارة. وتكون مقاومتها مثلا في حدود الميتين اوم عند خمسة وعشرين درجة مقاوية تقريبا. وكل ما تسخن من التشغيل قيمة المقاومة لغاية ما توصل الى عشرة او عشرين اوم. وتشتغل كأنها مواصلة. طبعا ليها عدة قيم حسب المواصفات. في بداية التوصيل خصوصا في الدوائر اللي فيها ملفات زي المحركات الكهربية والمحاولات. بيمر طيار عالي. الانتي سي بتمنع مرور الطيار بشكل قوي. وتستهلكه. اللي بيسبب ارتفاع درجة حارتها. وتتحول مقاومتها لقيم قليلة. وتكون فترة او زمن الان راشكرانت خلصت. وتحمي الدايرة بالطريقة دي. تستخدم كمان في دوائر بدء حركة المحركات. لتقليل طيار البدء. وبعد بدء المحرك بتشتغل كأنها مواصلة. كأنها خرجت من الدايرة بطريقة توماتيكية. بعد بدء التشغيل. دون الحاجة لدوائر تحكم. وزي ما هو باين لما بنوصل محرك بمقاومة بتزيد سرعته بطريقة تدرجية. وده لان المقاومة قيمتها عالية في البداية. ولما بتستهلك المقاومة جزء من طيار البيت. ده بيسبب في ارتفاع درجة حارتها. ولما بيرتفع درجة حارتها بتقليل المقاومة. فبيشتغل المحرك على طياره الكامل. وبتزيد سرعاته بالتدريب. تستخدم كمان للحماية في بعض دوائر الموحدات. مغيرات الجهد المستمر. ومصادر القدرة باورس مغيرات السرعة واجه واحد وتلات اوض. وممكن نفرق بين الفيريستور والانتي سي رغم التشابههم عن طريق الاكواد المطبوعة على جسم كل جهاز او عن طريق المالتميتر. لو جبنا مالتميتر وزبطناه على قيمة المقاومة. لما بنقيس مقاومة السرميستور عند ضرير حارة الغرفة بتكون قامتها في حدود عشرات الامات. لكن الفيريستور السليم اللي ما انفجرش وده بيكون شكله واضح جدا. مقاومته عالية جدا زي الدائرة المفتوحة. وبتقدر بمئات الميجا اوم. وعندي تلف مقاومته بتقل جدا لعدد من الامات. والانتي سي لو جربنا نسخنه قيمة مقاومته هتقل كل ما زودنا درجة الحرارة. من المقاومات المشهورة برضو اللي بتتأثر بدرجات الحرارة وشبه الثرميستور في عدة حاجات لكنها مقاومة خطية هي المقاومة الحساسة للحرارة. وهو عبارة عن حساس حرارة بتتغير قيمة مقاومة المعدن المستخدم في النوع ده من الحساسات بتغير الحرارة. زي البلوتونيوم المستخدم في حساس البيتي مية. يعني البيتي هي البلوتونيوم. ومية هي قيمة مقاومة الحساس عند درجة الحرارة سفر مقاوية. ويعتبر من اكتر حساسات الحرارة شهرة. بيتكون من طبة رقيقة من البلوتونيوم او من معدن حساس لحرارة مغلفة بالبلاستيك بداخل جسم الحساس لانه مقاومة خطية فان علاقة المقاومة بالحرارة علاقة خطية ويشتغل في تطبيقات حيارية من ميتين درجة مقاوية الى ستمائة وخمسين درجة مقاوية والنعدة من الحساسات لازم نوصل لجهد عشان نقرأ من عليه فرق جهد يعني لازم نطبق جهد او طيار عشان يتم تحديد قيمة الحرارة وده بيحصل بعد حساب الجهد المفقود في المقاومة النتجة من تغير الحرارة ولازم قيمة الطيارات دي تكون منخفضة لان الطيارات العالية هتسبب ارتفاع درجة حرارة المقاومة وده هيزود خطأ الحساس سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك اشهد ان تغير حساس مشDownعه وده هيزود خطأ الحساس سبحان معانت 해